فكرة على بعض المعارض والتظاهرات الفلاحية بشحكي بزيد على حصيل تصدير القوارس من الى اه يوم ستة عشرين افريل الفين واربع عشرين لكن قبل هذي خلنا بداو بمخزون السدود. اهلا وسهلا بالنسبة للمخزون السدود في السدود التونسية في الوقت الحالي هو ثمانية مئة وسبعتاش مليون متر مقعب. هذا يعطينا النسبة متاع التعبه بخمسة وثلاثين فاصل ثلاثة في المياه. اك شفت قاعدين نتراجعوا بعد ما طلعنا شوية. الهنا اذا كنشوفوا الكمية هذي اه نلقاوها زايدة مية وسعتاش مليون متر مكعب كنقرنوها بالموسم الفارت في نفس التاريخ. عملاول في نفس التاريخ عانا ستة مية وثمانية وتسعين مليون متر مكعب. واذا كنقرروا معدل اه نفس اليوم لثلاثة سنوات الفارتة اللي هما ثلاثة سنوات جافة زادة. نلقاول اللي عنا نقص بمية وثمانين مليون متر مكعب. هذة هي بصفة عامة. خلنا نعطيه فكرة اليوم على اه اربع صدود اه 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 اكثر كميات في بلادنا. طوش قدش فيها وقدش كانت عمناول في نفس التاريخ. اه بتاريخ كما قلنا اه ستة وعشرين افريل الفين واربع عشرين صد سيدي سالم اكبر صد في تونس اه فيه ميتين وتلاثين مليون متر مكعب ومعبي بنسبة تسعة وتلاثين فاصلة ثمانية في المياه. عمناول في نفس التاريخ. ما فيه كان ثمانية وتسعين اه مليون متر مكعب. نوك اكثر من اه من دوبل. حاجة باها نعرف فوق التحويلات عمناول. وسناجة وبعض الكميات لما راي نقصة على المعدلات. صد سيدي البراق. تاو ثاني صد فيه مياه. فيه مية وتلاثين مليون متر مكعب. معبي بنسبة خمسة وربعين فاصل خمسة في المياه. وتراجع كنقرنوه بسنة فارتة عمناول فيه مية وسبعة وستين مليون متر مكعب. اه سد سجنين زادة تراجع. في الوقت الحالي ما فيه كان تلاثة وربعين مليون متر مكعب. معبي بنسبة اثنين وثلاثين فاصل ثمانية في المياه. عمناول فيه ستة وسبعين مليون متر مكعب. ونكمل بصد بوهرتمة. اللي هو اه معبي بنسبة واحدة وستين فاصل سبعة في المياه. فيه تسعة وستين مليون متر مكعب. عمناول كان فيه خمسة وعشين مليون متر مكعب. فيه تحسن. اه هنا اه بالنسبة لامتار شهر رفرير لنا برشة امتار ولكن ما جبتش كمية كبيرة. على فترات هي دي جب. على فترات و خاصة في الجنوب. المناطق فيها سدود في الشمال. ما انا صبت فيها ما بكمية ضعيفة بيها للزراعات الكبرى بيها الجزار المثمرى المراعي والاعلاف. هنا نرقاو اه اللي الى نمتار متعشار افريل الى حد الان جابت كان خمستاش مليون متر مكعد. حتى في الجنوب? حتى لا الجنوب اه هذو ما نحكي لك الارادات اللي دخلت للسدود. اه دكت. سدود شوفنا حتى مناطق صبت فيها تسعين ملي متر ما ما فماش سدود باهية للارض. للارض. وباهية للا المواد المائية بصفة عامة. اهنا اذا كنشوفوا رادية متع الفترة معناها من واحد سبتمبر الفين تلاتة وعشرين حدش للبارح. اه ستة وعشرين افريل الفين ورب وعشرين. نرقاو اللي المياه اللي دخلت للسدود حصلت ما نوقع تجميحة في السدود. هي ستة مية واربعة عشر مليون متر مكعد. وقت اللي المعدل هو مليار وستة مية وستة وعشرين مليون متر مكعد. معناها الماء اللي حصل في السدود اه في الموسم الحالي الى حد الان اه ما يمثل كان سبعة وثلاثين فاصل سبعة في المياه من معدلته. نحن في مروحنا شنوه. ماناها عندنا نقص في الايرادات. بمليار واثناشن مليون متر مكعد. واضح. واضح. كنت يبيدك تحليق المورال. لو كرقم كبير. برش. بشكون خير. اه اتوقعنا ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله ما زال اه ان شاء الله امتار قاعدة تاو امتار في الوطرة الحالية قاعدة اه باي اصبت الكميات حتى تنلقاها عشرة خمستاش بعض المناطق مناطق الحبوب خاصة تنويل الشمال اه ان شاء الله يتحسن خطر احنا الحبوب مش مليح وزي راعة الكبرى مش هتمليح من اول موسم. لكن الجفاف الكبير اللي عرفناه في شهر مارس خاصة نصف ثاني معنا وصلنا في بعض المناطق اه تلاثة ايام مدرجة مرتفعة برشة ستة تلاثين درجة. هنا ارقام كبيرة برشة خلى الانتاج يتراجع. وان شاء الله باللمطار هذي يرجع شوية نعطيك معنا بعض الارقام احنا شفنا ارقام سوني وزارة الفلاحة يحكيوا على اه كان الهدف سنين شاء الله نخلطوا التجميع اتناش مليون قنطار من الحبوب. لك ما الجفاف اتراجع برشة فمش كون يتراجع خلق يحكيوا عطاها راجع بالنص ما ما ان شاء الله باللمطار الاخرة اه نطلع وقت نشره وزارة الفلاحة بتاع الامريكية تعمل التقديرات من فيفري ومارس ساعات Crec. مال جامعة تسمع ثمانية مليون قنطار. площ او بتا راجع الوقع مال تحسونيز اذا في الاقدار هذي الاخرة ثمانية ما نصور ستة ونصة رقم معقود ستة بس خمسة وحالة مليون قنطار كااااة تجميع معناها الانتاج في يكون في حضون ببدة ثلاثاç مليون قنطار ربعضاش مليون قنطار خمستاش مليون قنطار هذي نتصوره كما بين ثلاثتاش وخمستاش رحنا على المطار متاع الفترة القادمة ورب ان شاء الله يرحمنا على خطر آآ الفلاحة بتاعنا قاعدين يقصي بين الظفرين خطر آآ جفاف كبير هنا يمكن خلنا قبل ما نكملك على اللقاء للويزيري خلنا نحكي عليه في الميرتان نرسل. نحب نحكي على العليلش هنا على التاثير لان هنا الاسبوع هذي كان فيما لقاء وزيري مشترك آآ في الجزائر وهذه اللقاء للتوقيع وقتم توقيعها الاتفاقية متاع انشاء آلية تشاور حول المياه الجوفية المشتركة للسحرات الشمالية آآ اللي هي ما بين ليبيا وتونس والجزائر هذين نقولوا لحنا الساس وهذا كان نهار آآ الاربع اربع عشرين افريل الفين نهار اربع عشرين في الجزائر وكان آآ سيد وزير الفلاحة آآ سيد علمون عم بالعاتي حاضر معه زي الرأي الجزائري سيد طهر دربال وزيدا وكيل وزارة موارد المائية آآ قونيدي سيد قونيدي محمد فرج السيد آآ معناه ليبي هذا وعلان تم علان الجزائر هذين موضوع مهم برشة احنا نتذكر حكينا عليه الساس هذا ومكانية امتاعه قدر برشة عبادة راو في الفيسبوك آآ معناه دعوة للمسؤولين وراو الماء هذين يشدنا ثلاثة الاف خمسمية سنة وغيره وكانوا معناه ويكلموا في اللي طارات والليهيف وزارة الفلاحة وغيرها فيق وكان هالعبادة ما في بليهشة والمسؤولين راو فما السنوات اللي ختمالي هذين نعرف هنا برشة تفاصيل حبش نحكي بيها ليستريت الموضوع لكن اما راو حاجة مهمة برشة وعناه كمية حكيناه المرة الاخرى حصة كاملة وعملناها قبل حصة كاملة زادهناه آآ فما كميات متاحة تسع من فيها الجزائر وكميات التونس وكميات الليبيا وفما توقعات علمية للمستقبل فيه جانب كبير هلا الناب هذية معناها راي كونها الميدة هذية مهيش مياه متجد هذيك الويش معناها فما حضر في الاستغلال المتاحة مهلا العباد راهي آآ فايقة وراو يدرسوا فيها وفما معناها بارشة اللي جان وهذه كانت حتى نقطة آآ في اللقاء الرئيسي معناه اللي وقاع النهار الاثنين تلاثة رواسية بتاع ليبيا بالجزائر وتونس جدوا الموضوع نوك حاجة مهمة وان شاء الله تنظيفوا نتبعوها هنا برشة خطر ساعات آآ برشة خيان حتى في الاعلامي يجيوا المرة الاخرى في احدى الاذاعات مش مش نسميها آآ معناها اعلامي يدعو في طارات وزارة الفلاحة يقولوهم يا ما سولين فيقو بن يحكي وقتا عالكل زل السلجم الزيتي وراو فيه فويد وكذا وفيقو كذا راو ناس فيقى راو يتعرف حتى كيتعمل راو يتخطط فما امور علمية وفما آآ اشياء يخدموا بها وناس قريطة اي لك ازيل المهم البحث في المعلومة لا معلومة لا لا نعرف لا هذي خلو نكملك على الفكرة هنا خاطر خاصة هذية بالنسبة للسلجم الزيتي فما برشة امكانيات للعلام محدوطة آآ معنا للشركات آآ مهمة معندها آآ معنا عاملوا بيجي كبير للكوم وعطاوا برشة رجال علم مش كتبوا ديزارتيكل ومعنا بيجي كبير للمور باب حذر راو موجودين والناس راي تخدم على الارواحة وراي فايقة بالنسبة للماء وغير الماء نرجعلك للعلالش هنا تأثير متاحا رينا رينا برشة دعوات جمع هذي خاصة ما انا يقول لك مش لازم نضحي وخلي يقعدوا للعلالش وخلي طاير خصصهم راو هنا نوليه ونضربه في الفلاح وهنا دعوة العدم المقاطعة متاع الاضحية لي نجم ليقدر بتبيعه يضحي هي سنة مؤكدة هنا خطر راو الفلاحة راو تعدى بفترات صعيبة نحنا نحكي واكترها بلات كاملة عايشين ورا الاقتصاد الكل حتى نشوف والنمو نشوف كنت رجال وترقال كل خطر للمتار والجفاف ومعنا اربع سنوات جيفاف وانا خامسة طوى زيد ان شاء الله تتحسن اثر برشة كما قلنا في الحبوب وغير الحبوب وهنا المربين راو متاعبين خطر بش تعلف الهدايا مش شجرة مثمرة معناها تسقيها اليوم ترجم تخليها تقعد شر وشريم تسقيش مجرى لاشي يزوم حيوانات يزوم ياكلوا كل نهار وفيها مصروف يخرجوهم يرعاوا وفيها لهو على طلعام وصعد يمرضوا ويزوم تتجنب الامراض وفيها مصاريف هذيك الويش نشجعوهم ونقفوا معاهم اه توانسة وفلاحة حتى الاسعار بتاع فلاحة رايم عقولة احنا هنا شي خاصة القشارة هنا باش نجمو نجابه الامور هذي الكل نجابهها كنقص ومكل القشارة وخاصة نعمل نقاط البيع من المستهلك في كامل الجمهورية كامل الولايات وكامل معتمديات نربحه بارشة فلاسعار عشرين ثلاثين في المية نجمو نربحه حتى اكثر ساعات ذونك هذي الكل يخلينا نحافظه على المربين متاعنا قد انتي بارشة يقول لك خليه تاي يرخص السوم ويقعد انتي بشي قعد باش خليه لك العم جاي بزيد يصرف عليه يجبليه لتكفى اكثر وشلي الحم احنا بين الضفرين يقول لك الحم شيرف نونك ما يحبوش يحبو حاجة صغيرة دونك هذي الكل معطيات يزبنا نخذه بعين الاعتبار واي حاجة اذا كان الماحد عنده ومقدور وينجم يعملها يعملها بالنسبة للاغنين ولا غيره ولا للضاحب سيفة عامة ولا حتى المنتوجات الاخرى احنا الراوة هذي ما بالنسبة للاطم ولا الفلفل اللي جيك في جانفي اه غالية غالية ما قال كحاك حتى تاكل الطماطم في جانفي ولا في اه في بريتشاها سلطةما شوية اه خبي عملها في الصيف قتل يبدأ الفلفل وطماطم الرخاص في اوت وفي اول سبتمبر ما لو خبيها مجرى لحد شي. نون كذي بصفة عامة. احنا التونسي عبي يكل الطماطم في يشريها في جانفي. كي ما يشريها في اه اه اوت ولا في اه جويلي ولا في جوان. وكيف كيف تو عبيد ريت تسعار متع بطيخ الجمعة الاخر قبلها بعشرة بعشرة دينارات توطح. ما نكلوش يعني بطيخ تو ما عنديش نشريف نشريف السيف وقتلي يولي الكيلو بخمسمائة فرنك وبرمائة فرنك. نون كذي بصفة عامة. اما خدر دي ما تتطرح هاي. خليهم نعرف اعنا دول اللي قبل اللي عملته اه شقيقة وصديقة. اه تقاطع ال 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 اضاحي بامر معناها من الحكومات متاعهم بيش يكونوا القطيع. احنا القطيع موجودة تبارك الله. حتى كنت مست شوين شوفوا الابقار يمكن كنت مست اكتر من الاغنين. ادلونك ماذا بينا ال الافكار هذين نحية. وهي الناس نحترم ولا الناس اللي قالت الكلام هذي. كل واحد عمد وجهة نظرة انا ندفع على الفلاح. تعرفوني ديما. حتى ولدي دار ايراني اصلي ما ديما ندفع على الفلاح. انتي فلاح ومستهلك. مستهلك. 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 كلنا مستهلكين. حتى الفلاح مستهلك. كذي. لكن ساعات الاسعار تكون. هنا نشوفوا دول العلوش متراشي تشري تقصبون وحتى عن ضافوا الكل. احنا يزم تقول لي عنا اه نقطة نقاط النظمة هذي في البلاس كله ومراقبة وينقصوا القشار قشارة زادها هي خدمة ما تنجب تكون محدة بمعلوم معينة. ما احنا اه يشري العلوش با 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 برقم وزي معناها با بسوم ويضربوا في الساعات في اثنين ولا قريب. لازم حل لازم حل باش ما تتعاوتش الكلمة هذي كل عام. يتعاوت احنا روش هذة روحنا برش حويش. دايما لانا قادمين عليه. السبب السنية ولا نعم الشيء. السبب بمتاحها هو الجفاف. المتواصلوا به كعبات قاعدة تتربي ووقفة. يبدأ يجري لك المربي مسكين وخايفين مسترقة وخايفين معنا هنا نحافظه على الا اه ريات الانتاج متاع. بالنسبة للقوارس اه الانتاج اه تعرفووه في كان انتاج بهي. وبالنسبة للتصدير من اول الموسم الى غاية الامس ستعاشين افريل صدرت بلادنا ثمانية الاف واربعمائة وسبعة واربعين طن من القوارس منها ثمانية الاف وحدة وخمسين طن اه مالتي. معنا اه المالتي يمثل خمسة وتسعين فاسة ثلاثة في المية من صادرات القوارس السناء اه ذي حسب الارقام بتاع المجمع المهني للمشترك للغيلال نرقاو عم نقول في نفس الفترة صدرنا سبعة ليف وستمية واربعتاشن طن معنى الكمية المصدرة فيها تحسن بعشرة فاصل تسعة في المية ونرقاو زادة تحسن مداخيل بنسبة اربع عشرين فاصل خمسة في المية اه هالقوارس هذي اللي صدرناها من الموسم حتيش للبارح اه دخلت لبلادنا واحدة وثلاثين فاصل سبعة مليون دينار مقابل خمسة وعشرين فاصل خمسة مليون دينار في نفس الفترة من الموسم الفارض نرقاو الوجهة اللولة بتاع القوارس متاعنا هي فرنسا نرقاو اللي تسعين فاصل ستة في المية من الكميات مشيت الفرنسا وهنا اه شفنا تراجح نكون في اول موسم نحكيو على هدف متاع اثناشن الف اه طن شوفوا بعض الكميات اللي قاع رفضها في فرنسا بالسبب معنى فطنة للحد المسموح به من البستيسيد في القوارس هذي وان شاء الله ترجعت نستيخذ مكان امتيحه ما احنا روما نتوج ماشي خاصة للسوق التونسية ونشوفوا اللي القوارس متاعنا معناها نشوفوا احنا اخر افريل وحتى المي معناها ولينا بلسك ثماني شر عندنا القوارس من اكتوبر حتى المي اه عندنا لقاو المادة هذي وهذا بفضل البحث العلمي بفضل الناس كل الخطر قبل كانت اربع خمسة اشهر كهو وبفضل البحث العلمي فما اصنير فقعها ادخالها في وسط التسعينات وهي والتي تولدتنا في الفترة متاع القوارس بهذه بالنسبة للقوارس في دقيقة بخاطرنا دقيقة خلنا نحكيو على في دقيقة ميسيرش وقت نجمي يمشي اليوم هذي الدورة اربعتاش للصالون دول للفلاحة البيولوجية فما الاسبوع القادم زاد البامات الدورة عشرين للصالون المتوسطي للتربية للحيوانات وتربية الماشية هذي اه من ثلاثين افريل لثلاثة مايه في قصر مطمارات المدينة بيزمين حمامات اه بتكون في عدة ددوات علمية وقتل من ثلاثمية وخمسين مشارك فما لاسه ما اه ماد فود اللي هو صالون المتوسطي الرابع عشر في اللاحة وصناعات غذائية بشيكون في مية من خمستاش للسعتاش مية اه في سفيقس فما الي هو الدورة الثانية للصالون الدول للصناعات غذائية لفريقيا من ثلاثة لخمسة جويل الفين واربع عشرين وفما السالون دولي الاستثمار في اللاحة وتكنولوجيا السيات فالدورة خمستاش بشيكون في اكتوبر الفين واربع عشرين حاجة اخر من جمش ما نحكيش عليها مش معارض هو ما حاجة مهمة برشة اللي هي الذكرة الجلاز زراعي اللي هونها الاثناش مية الفسعمية واربع ستين بشيكون الذكرة اه ستين مانا ستين عام مروا على الجلاز زراعي ومنعرفوه احنا نقولوه اليوم الوطني ولا عيد الوطني الفلاحة اللي هو النهار الاثناش مية وانشانا نزيدوه نرجوه نحكيوه عليه بالقداع خاطر هذي الجلاز زراعي هو الاستقلال التام للتونس وانشانا نرجوه نحكيوه عليه وفهمه برنامج كبير زادة قاعدة تحضر فيه وزارة الفلاحة بالمناسبة هذي واضح شكرا لك بارك الله فيك نيس برعينا كل هذي التفاصيل شكرا